بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء حديثنا في هذه الحلقة عن صحابي كان من أمره قصة عجيبة نه صحابي من المهاجرين أسلم وهو شاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وصوله يمانية قحطانية ولكنه عاش في مكة حليفا لبني أسد ابن عبد العزة أسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل معه دار الأرقم فعاش حياة الإيمان وتربى على التوحيد والقرآن إن حديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي المهاجر الجليل حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه وأرضاه إنه أول مسلم دعا إلى الإسلام في مصر إنه أول مسلم دعا إلى الإسلام أو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مصر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عفوا كما ذكرنا أن حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه أصوله يمانية قحطانية ليس من أهل مكة ليس قراشيا ولكنه عاش في قريش حليفا لبني أسد ابن عبد العزة أسلم وهو في العشرينات من عمره وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة والثلاثين من عمره تقريبا وعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة الإيمان ولكنه ترك جماعة من أهله وأقاربه وآل بيته في مكة كانوا مستضعفين منهم من هو كبير في السن ومنهم من حبسه المرض وكانوا كلهم في استضعاف تام لم يستطيعوا أن يهاجروا إلى المدينة وهذا سيسبب لحاطب فيما بعد إشكالا سنتعرف عليه وكان حاطبا رضي الله عنه أرضاه له تجارة وله أموال وله عبيد يخدمونه وكان من وجهاء العرب ومن شعرائهم ومن فرسانهم وكان راميا لا يخطئ وكان حسن الوجه حسن الجسم خفيف اللحية ليس بالطويل وليس بالقصير كان يحسن القراءة والكتابة في الوقت الذي كانت العرب فيه غارقة في بحار الأمية وجهد حاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها شهد بدرا ووضع الوحي على صدره وعلى صدر أصحابه وساما عظيما في وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم من قبل ربه بالجنة وكان له في غزوة أحد يعني مشهدا بطوليا جاء في رواية عند الحاكم ولكنها بسند ضعيف أن عطبة بن أبي وقاص ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة آذت النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة فتبعه حاطب بن أبي بلتعى حتى جز رأسه وتافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاعا عظيما خاصة لما دارت الدائرة على المسلمين فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنك رضي الله عنك ومرت الأيام ومرت السنون وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا صلحة الحديبية وبدأ الإسلام يتجه نحو العالمية لأن الله سبحانه وتعالى لم يحصر رسالة الإسلام في جزيرة العرب بل قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة السادسة من الهجرة وبداية السنة السابعة أن يرسل رسلا إلى ملوك الأرض فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصطفي جماعة من أصحابه بعناية شديدة ودقة متناهية كل واحد من هؤلاء الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون سفيرا فيه مقومات السفير الذي يحسن عرض الإسلام ويصلح أن يكون وجهة مشرفة لهذا الدين ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم عند ملوك الأرض فاختار جماعة أرسل منهم يعني واحدا إلى ملك الحبشة وسفيرا إلى ملك الروم قيصر وإلى كسرة ملك الفرس وإلى كل ملوك الأرض وكان من بين هؤلاء الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعه بطل قصتنا وحلقتنا هو رجل يصلح أن يكون سفيرا يحسن القراءة والكتابة هو التاجر الذي يحسن عرض ما بين يديه هو الرامي الدقيق الذي لا يكاد أن يخطئ وهذا يعطينا إشارة أنه كان صاحب تركيز ودقة في كل شيء هو الشخص المثقف الشاعر الذي يتذوق الكلمات ويحسن ترتيب كلماته أثناء حواره فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى حاكم مصر إلى المقوقس جريج ابن ميناء يدعوه فيها إلى الإسلام وبالفعل انطلق الداعية الدؤوب المفوه حاطب ابن أبي بلتعه ركب دابته وانطلق يشق الصحاري والوديان يحمل رسالة الإسلام إلى أهل مصر فجزاه الله عنا خيرا دخل إلى المقوقس ويعني بعدما وقف في الإسكندرية ينظر في مبانيها وفي أحوال أهلها وكان حاطب رضي الله عنه وأرضاه ملما بتاريخ مصر وسنرى ذلك في حواره مع المقوقس حاكم الإسكندرية وحاكم القبط وحاكم مصر في هذا الزمان ووقف أمامه بعزة وشموخ وبأدب جم أعطاه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المقوقس إلى ترجمانه ليقرأ عليه ما في الرسالة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبط وتلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فلما قرئ الكتاب على المقوقس قال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه فاسمع إلى رد حاطب رضي الله عنه قال المقوقس إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه فقال حاطب ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام وإن هذا النبي دع الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى لأن المقوقس حاكم الإسكندرية أو حاكم مصر كان نصرانيا فقال له حاطب وأقربهم منه النصارى ولا عمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد عليهم صلوات الله وسلامه وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه وأنت ممن أدرك هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح اسمع إلى هذه الكلمة الفقيهة قال حاطب لحاكم مصر ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به لأن من يتبع دين المسيح سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأن عيسى عليه السلام أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه أن عيسى قال لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ثم قال حاطب عبارة يخوفه فيها بالله سنرى من خلالها عمق تعايشه مع القرآن ومدى معرفته بتاريخ مصر البلد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهله إلى الإسلام فقال له حاطب إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى يقصد فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك أمر المقوقس بإكرام حاطب وإنزاله في قصره العظيم حتى يرى رأيه في الأمر قال حاطب في روايته فأنزلني في منزله وكان لي مكرما ثم بعد ذلك أخذ المقوقس يلقي على حاطب بعض الشبهات فقال له المقوقس إني قد ضرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخب والإخبار بالنجوة وسأنظر في الأمر قال حاطب وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية ثم دعا كاتبا يكتب بالعربية وألقى شبهة على حاطب فقال له هذا النبي آذته قريش فلما لم يدعوا الله عليهم أن يهلكهم فقال له عيسى بن مريم أراد اليهود أن يقتلوه فلما لم يدعوا الله عليهم أن يهلكهم فقال له المقوقس أنت حكيم جاء من عند حكيم أعجب المقوقس برجاحة عقل حاطب وسرعة بديهته وحسن رده على كل الشبهات التي ألقاها عليه وحسن عرضه للإسلام ثم أعطى المقوقس حاطبا جاريتين وبعض الهدايا للرسول صلى الله عليه وسلم ومع أن المقوقس لم يسلم لم يعني يسأم حاطب ولم يفطر عزمه وهو في طريقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق عودته أخذ حاطب يدعو الجاريتين إلى الإسلام فأسلمتها على يديه والجاريتان هما مارية بنت شمعون القبطية وأختها سيرين ولم تعلم مارية القبطية رضي الله عنه وأرضاها أن القدر قد رتب لها موعدا مع السعادة لم تعلم أنها ستدخل في الإسلام وسيصطفيها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أم ولده ولتكون من آل بيت النبوة رضي الله عنهم أجمعين وكانت لحاطب مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام والسنون وتدخل السنة الثامنة من الهجرة وتنقض قريش صلحها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتلون بعض المسلمين في خزاعة فيعزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة ويجمع في المدينة عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة الفتح المبين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس بوجهته ولم يصرح أنه سيتحرك الآن لفتح مكة ولكن حاطب استنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب لفتح مكة بعد نقضها لصلح الحديبية وهناك رواية عند أبي يعلى في مسنده عن علي بن أبي طالب يصرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لبعض أصحابه بأنه يريد فتح مكة ومن هؤلاء حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه وأرضاه وعندئذ بدأت الهموم تغرس حرابها في رأس حاطب وبدأت المخاوف تتردد بداخله تذكر آل بيته المستضعفين في مكة المسلمين كبار السن الشيوخ العجائز الأطفال من أقاربه الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا وهم ليسوا من أهل مكة ليسوا من أهلها هم من سكانها فقط أصولهم يمانية قحطانية وكانوا حلفاء لبني أسد ابن عبد العزة وهنا سيطر الشيطان على حاطب وأوقعه في مشكلة عظيمة ما الذي سيكون حاطب وقع في جرم عظيم لا تصلحه سلامة النية كتب رسالة لأهل مكة ظن أن هذه الرسالة ستنجي أهله المستضعفين من بطش قريش إذا غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو صار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده ثم بعث حاطب رسالته إلى قريش مع امرأة مسافرة والمتأمل في نص هذا الكتاب سيرى فيه كلمات كتبتها يد مؤمنة أخطأ صاحبها الطريق يعني فإن حاطبا بما فعله قد أفشى سرا عسكريا من أسرار دولة الإسلام ونزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود كتاب أرسله حاطب مع امرأة مسافرة وهي الآن في مكان كذا وكذا فأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وبعض الصحابة ليأتوا بهذا الكتاب وبالفعل جاء علي بالكتاب من المرأة أخرجته من عقاصها أي من ضفائرها ورجع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب ليحققه في الأمر فقال له النبي ما هذا يا حاطب أتعرف هذا الكتاب فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت كتبت هذا الكتاب فقال نعم يا رسول الله والله ما فعلت ذلك غشا لرسول الله ولا نفاقا ولا ارتدادا ولا غضا بالكفر بعد الإيمان ووالله إني لناصح لله ورسوله وإني على العهد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إني كنت امرأة أعرابيا ملسقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت عليهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم فأحببت إن فاتني ذلك من النسب في قريش أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله بها عن أهلي فكتبت كتابا لأهل مكة لا يضر الله ورسوله شيئا فلقد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره وهكذا وقف حاطب رضي الله عنه وأرضاه في هذه المحكمة أمام أعدل قاض عرفته البشرية ليعترف بجريمته وجريرته وأنه صاحب الكتاب وأفصح عن دافعه لفعل هذا بكل صدق وشفافية وبعدما انتهى حاطب من دفاعه عن نفسه وانتهى التحقيق في القضية الكل يعلوه صمت رهيب ينتظرون رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حاطب وفجأة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لقد صدقكم حاطب فلا تقول له إلا خيرا ولكن عمر المتحمس رضي الله عنه أرضاه أعلى صوته قائلا يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أتقتل رجلا شهد بدرا من منافق إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وقد وجبت لكم الجنة فنزلت هذه الكلمات على قلب عمر الغيور فأطفأت نيران غضبه وسالت الدموع من عينيه وسالت الدموع من عيني حاطب رضي الله عنه وأرضاه تبل لحياته وثيابه إنها دموع الفرح ودموع الندم على ما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه إن حاطبا وجد في هذا المشهد شمسا مشرقة تمحو من قلبه ظلمات ذلك الذنب تمحو من قلبه ظلمات ذلك الذنب وتفتح عينيه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له لقد وجد حاطب يد الإسلام الحانية ممدودة تذكره برصيده المذكور على مر السنين تحفظ له الجميل تحفظ له العمل الصالح من دعوة وجهاد وهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى يعني إلى غير ذلك من إعلائه لكلمة الله يوم بدر وأعماله الصالحة التي بهذا الرصيد أذابت هذه السقطة التي كانت أما نحن قبل أن نخرج من كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في حق حاطب لا بد أن نتعلم الدرس الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وهو أن أصحاب الفضل والجميل لا يمحى تاريخهم ولا تنسى صفحات عطائهم بخطأ أحدثوه أو ذنب اقترفوه ويا ليت الكثير من أبناء جيلنا يفقهون هذه الرسالة النبوية جيدا فمنهم من أسقط العديد من العلماء وأصحاب الفضل بسبب خطأ أحدثوه أو صواب جانبوه وفعل لم يتعمدوه ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قائلا أقيل ذو الهيئات عثراتهم وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لحاطب قدره حتى يمحو من ذاكرة الناس سقطته التي كانت ويدافع عنه في مواطن كثيرة حتى أن رجلا من رقيقه حدث شجار بينه وبين حاطب وقال والله لا يدخلن حاطب للنار فقال صلى الله عليه وسلم كذبت والله لا يدخلها أبدا فإنه قد شهد بدرا والحديبية وبعدما أغلق التحقيق في قضية حاطب نزل القرآن يعقب على الحدث بآيات من صدر سورة الممتحنة قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد وكأن هذه الآيات نزلت تكون حلقة جديدة في سلسلة الإعداد الإيماني والتربوي لهذه الأمة على إثر الأحداث والوقائع وتستكمل بث روح الولاء والبراء في نفوس المؤمنين عامة والمهاجرين الذين منهم حاطب خاصة قبل تحركهم لفتح مكة الفتح المبين لفتح مكة التي فيها آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وعشيرتهم فلا يمضون في طريقهم إلا بعد أن صرف القرآن أبصارهم نحو تجربة أبيهم إبراهيم والذين آمنوا معه فينظر الواحد منهم من خلال تلك الآيات فإذا له نسب عريق وماض طويل وأسوة ممتدة على آماد الزمان وإذا هو راجع إلى أبيه إبراهيم لا في عقيدته فحسب بل في تجاربه التي عاناها حتى أخبر الله سبحانه وتعالى بالمفاصلة الحاسمة التي أبرزها في قرآنه وهي الولاء لله وأهله والبراءة من الكفر وأهله وهكذا كانت قصة حاطب مع أهل مكة تمهيدا في غاية أهمية جاء على قدر للمسلمين قبل انطلاقهم نحو الفتح المبين فكأني أنظر الآن إلى الثلة المؤمنة التي تحيط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معايشتهم لأجواء تلك الآيات قد عادوا أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد وعرفوا تجاربهم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة السابقة ورأوا القرار الذي اتخذه أبوهم إبراهيم ومن سلقوا الطريق معه فشاهدوا أمام أعينهم طريقا ليس جديدا ولا مبتدعا وإنما هو طريق معبد ليسهم أول سالكيه وكثيرا ما يؤكد القرآن الكريم هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين على مر الزمان فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك ولو كان وحده في جيل ولا يجد مشقة في تكليف نهض به السالكون قبله لنعلم أن قصة حاطب وأن خطأه الذي ذاب في رصيده من الخيرات كان تمهيدا قبل خروج الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وشهد حاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية المشاهد ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه والصحابة يعرفون له فضله وذابت سقطته في بحر خيراته وعطائه وجهاده ودعوته ووقف مع أبي بكر في حروب الردة وقفة الرجال ثم أرسله أبو بكر إلى حاكم مصر فصالحهم وبقوا على ذلك حتى فتحت على يد عمر بن العاص في خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين وبعد حياة أفناها حاطب في العبادة مات في خلافة عثمان رضي الله عنه وعمره خمس وستون سنة رضي الله عن حاطب بن أبي بلتع وعن الصحابة أجمعين أحببت أن أقرأ لكم الكلمات في نصها من هذا الكتاب صحابة عظماء لم تصلت عليهم الأضواء لأني كنت أتذوق كل كلمة وأنا أخطها بيدي وأكتبها في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه وانتظرونا في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم